رابع زلزال يضرب منطقة الخليج في أقل من 24 ساعة قال مركز رصد الزلازل في جمعة السلطان كابوس إلى أن زلزال بقوة 4.7 كبير مش صغير درجة ريختر وقع في الخليج في تمام الساعة الرابعة سباحا اليوم الخميس بالتوقيت المحلي وأوضح المركز بحسب وسائل الإعلام المحلية أن الزلازل بتبعد عن سواحل ولاية خزب بنحو 197 كم وعلى عمق 10 كم وكلمنا قبل كده أنا مش محلل جيولوجي ولا أنا عالم بس بوساطة أن كل ما يكون العمق أليل كل ما تحس بالزلزال أكتر يعني 10 كم العمق ده مش كبير قوي فحتى لو درجة ربعة بيسمع كأنه خمسة أو ست ويبعد هذا الزلزال الرابع من نوعه في أقل من 24 ساعة في منطقة الخليج حيث وقع زلزالا بقوة 4.9 درجة الساعة 10 صباحا الأربعاء بالتوقيت المحلي وصابقه زلزال بقوة 5.4 درجة الساعة 10 من نفس اليوم وزلزال بقوة 4.7 درجة في صباح الأربعاء الساعة 9 وكان الكويت قد رصدت منذ عشرة أيام تقريبا زلزالا شدته خمسة درجات ربنا يحفظنا ويحفظكم احنا بنحاول دايما نجيب لكم هذه النوعية عشان تبقى داريان إيه اللي بيحصل في جميع الدول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة مساء الأخبار معكم مازن المصري هنتكلم نهاردة عن موضوعات هامة جدا فضلا وليس أمرا لو أول مرة بتشوفنا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات لايك للفيديو وياريت تعمل مشاركة لو عجبك المحتوى مرض غامض يضرب كوريا الشمالية وزعيمها يعزل المصابين كذا مرة الناس بتقول لي طيب احنا مالنا ومال كوريا الشمالية قلت قبل كده في تشبيه بسيط أن الصين كانت موجود فيها فيروس كورونا وكانت أبعد حتى لدولة مصر على سبيل المثال ووصل من هناك لهنا يعني العالم كله بقى عبارة عن كوريا صغيرة يعني اللي بيحصل هناك ممكن يحصل والعيازه بالله في أي مكان في العالم ظهر الزعيم بتاع كوريا الشمالية اللي هو كيم جونج اون مرتديا الكمامة الطبية لم يمر شهر على إعلان كوريا الشمالية من انتشار فيروس كورونا وكانوا هم بيحتفلوا من فترة أن البلد الوحيدة اللي ما دخلهاش كورونا هي هذه الدولة ولكن ما فيش حد كبير على المرض وصل لها وهو المرض الذي أسمته بالحمة مرض جديد ظهر هناك زي الحمة كده حتى أعلنت السلطات الصحية اليوم عن تفشي وباء معوي غير محدد وهو الأمر الذي قد يعرض منظومة الرعاية الصحية في الدولة للخطر وخاصة في ظل ما تعاني من أزمة بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الزعيم كيم جونج أون أصدر أوامر بإرسال أدوية إلى مدينة اسمها هاجيو السحلية التي ضربها المرض المعوي الحاد الغامض وتقع في غرب البلاد أمس لمساعدة المرضى بأسرع قدر ممكن ولم تترك الوكالة إلى ذكرى عديد الأشخاص المصابين بالمرض أو ذكرى أي معلومة أو تفصيل يعني حد الوقت مش عندهم أي إحصائية مما أدى إلى شيوع حالته أو حالة من الغموض حوله يعني المرض ده حاجة غريبة هناك مرض معوي شديد وبيشبهه بالحمة يعني مش هاي في العلاقة ولكن أدى أنا بنجيب الأخبار لحضراتكم بالمصادر علشان الناس اللي بتشك وتقول أنتو بتنشروا الأكاذيب والكلام الفاضي ده كله أنا بقول لحضراتك اللي بتقولي كده أو أنت اللي بتقول كده نحن نتترك لهذه التعليقات إحنا بنجيب لحضراتكم الحاجات المهمة مش اتفهى الحاجات اللي تهم الناس أو بتشغل بالها عزل المصابين وحالات الاشتباه بأمر رئاسي ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الوكالة المركزية الكورية لأنباء أن زعيم كوريا الشمالية شدد على ضرورة احتواء الوباء وعملين يعملوا إجراءات وقائية واحترازية بشكل دقيق وإجراءات وفحصات أول بأول مخاوف من ضعف نظام الرعاية وهم خايفين من تفشي المرض المعه والحد في الوقت الذي بيعين فيه البلد من إصابة فيروس كوريا هم عندهم كورونا دلوقتي زي الدول العربية من سنة أو سنة ونص يعني عندهم كورونا في عزها دلوقتي هم خايفين ينتشر هذا المرض معه ويتم اللغبطة بين الاتنين أو البلد كلها تتعك بين الوباء ده وده يعني زي ما بنقول لحضراتكم ما فيش حد كبير على المرض ولكن نحن لا نتمنى الأزا ولا الكوريا ولا أي دولة من العالم هنشوف دولة تانية زي ما حضراتكم شايفين إيطاليا بتغلق المدارس غرب روما بعد اشتعال حريق هائل في مكاب نفايات وأعلنت السلطات في إيطاليا اليوم الخميس عن نجاة العاصمة روما من كارثة بيئية وذلك بعد اشتعال الحريق في مكاب نفايات بغرب المدينة ومن جانبه أعلن عمدة العاصمة الإيطالية روما أن رجال الإدفاع تمكنوا من إخماد الحريق تم إخماده يعني في مكاب نفايات بغرب المدينة وده البوسط برضو وأعلن المسؤولين في روما عن إغلاق المدارس والحضانات ومراكز الترفيه على نتاق ستة كيلو انتوا مستوعبين خشية أن يكون الدخان ناجما عن احتراق مواد خطيرة في المكاب يعني مع الناس كتير ممكن تقولي ده مجرد حريق يعني اللي في بص المناظر عاملة إزاي موجود في مواقع ده هذه الموضوع شديد يعني مش مجرد حريقه خلاص على الفيسبوك كده كنت بشوف فيديوهات للشواطئ الأسبانية وناس بتتفاخر من المصريين يعني أو من العرب إن هم موجودين في أسبانيا والشواطئ بتاعتها أدي خبره بس عشان الناس اللي بتحب تتفاخر بهزي النوع من الفيديوهات احنا بنرد على حضراتكم بنقول لكم الشواطئ الأسبانية تتصدر قائمة الأكثر تلووسا في أوروبا وينتشر العالم الأسود على الشواطئ الأوروبية بسبب ارتفاع نسبة التلووس وتتصدر الشواطئ الأسبانية قائمة الشواطئ الأكثر تلووسا في أوروبا والناس اللي شافت منكم الفيديوهات بتاعت أسبانيا واحد كان لسه عمال يعمل فيلوكز للموضوع وفرحان جدا أنه بيصور في أسبانيا على الشواطئ ويوجد في البلد الأوروبي 48 شواطئا ملوسا حسبما قالت صحيفة اسمها لارثون الأسبانية وأشارت صحيفة لأن الوضع البيئي في أسبانيا أصبح يعاني من مشكلة كبيرة خاصة مع وجود كمية كبيرة من المواد والجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي ينتهي بها المطاف للرمي في البحر والتي يطلق عليها بعض الخبراء اسم الحبيبات وأوضحت صحيفة أن زي الحبيبات أو الكرات البلاستيكية الدقيقة يعني تؤثر بشكل خاص على الشواطئ وهي موجودة بنسبة 92% طبعا نحن نحن نعمل تحليل نفسي للموضوع ولكن نحن بنحاول نجيب من كل العالم علشان الناس تحس أن الدول العربية فعلا بالفعل لأ عندنا خير لسه والحمد لله على كل حال طيب متابعة للموضوع بتاع أزمة لبن أطفال في أمريكا تتفاقم الطاقس يتسبب بإغلاق مصنع في ولاية ميشيجن أكبر الطاقس الكاسي شركة أوبط ودكلمنا عنه أن في بعض الشركات الأمريكية تم إيقاف الإنتاج موقعا من حليب منتجات الأطفال في ميشيجن والذي أعيد تشغيله بعد إغلاقه لمدة أشهر ما سهمة في نقص أو حدوث نقص وفقا لشبكة بي بي سي أمريكا فيها مشاكل وإحنا بنقول الكلام ده علشان بس الناس ما تحسش أن المشاكل عندنا إحنا بس برضو هرجع أقول ده في كل فيديوهاتنا نقول الحمد لله على كل شيء هذه الأزمات وأدي يعني والعياز وبالله لو وصل للحال لواحد أو لوحدة بيسمعنا دلوقتي عن نقص في الدولة اللي انت فيها في موضوع اللبن تبقى كارثة بكل المخيص والناس هتقولش ما نحنا والدول بتاعتنا مش متقل دلوقتي كله بقى تساوى كأسنان المشت يعني ما فيش حد في العالم كله ما عندوش أزمة طيب عشان بس الناس اللي بيشوفونا من كندا بنوجه لهم التحية بنوجه تحية لكل العرب اللي متوجدين في كل الدول اللي تكلمنا عليهم أو في حد دولهم العربية هنشوف الموضوع ده عن بعد قتل والداته سلطات كندا تكتشف خطة الممثل رايان لاختيار رئيس الوزراء وأهلة شبكة سي بي سي الكندية أن الممثل رايان جيرن سام الكندي الذي قتل والداته مارس عشرين عشرين وأقرب الزنب في الجريمة أمام القضاء كشف أنه خطت لاختيار رئيس وزراء بلاده جاستين ترودو واتهم الممثل البالغ من العمر اربعة وعشرين عام في البداية بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى لإطلاق النار على والداته معرفش أنت إيه كنت بترضع زبالة ولا ولا أنت إيه يعني أمك لو كانت بترضعك من من كلبة يعني مش عارف ما كنتش هتعمل كده فيها وتم إدانته بارتكاب جريمة قتل من الدرجة التانية في مارس من عام ده هو شكله عنده مرض نفسي يعني الموضوع بقى مش مرض تربية ولا الكلام ده لأ وشكله تعبان يعني في جلسة النطق بالحكم قال المدعون أن الممثل ده خطت في اليوم التالي لقتل والداته لقتل ترودو اللي هو رئيس الوزراء ده وأحضر معه سلاسة بنادق وزخيرة واتنشر زجاجة مولوتوف وخريطة بها الاتجاهات إلى مقر إقامة رئيس وزراء كندا وقالت الشبكة الكندية أن الممثل الشاب البالغ من عمر 24 عام ربما يكون قتل والداته لتجنبها رؤية يعني مش عايزة يشوف ده يعني مش عايزة يشوف هو بيئة الرئيس الوزراء رح قاتلها يعني ما شاء الله تربية صالحة وفقا لتقرير من هذا الممثل أو سلمه بنفسه في النهاية إلى الشرطة بعد ارتكاب أي عمف تجاه رئيس الوزراء وتم التحافظ عليه والكلام الفاضي ده كله اللي أنتم عارفين طيب أيضا في زلزال في الفلبين زلزال بقوة كبيرة وزي ما بقول دايما خمسة فاصل واحد زلزال قوي شوية وده ممكن يقول لي تبعات جدير بالذكر أن الفلبين تقع في منطقة حزام النار في المحيط الهادي حيث يقع حوالي 90% من الزلازل في العالم يعني هي فيها زلازل بكمية أنا مش هقول لكم هي عندها الزات أرضية اللي هي بتبقى بسيطة طبعا كل لحظة وكل سنة ولكن الأشياء دي اللي هي تذكر إحنا بنجيبها لحضراته شكرا لكم كانت جاولة سريعة آآ ما تنسوش دعمينا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل جرس التنبيهات وبشكر كل الناس على الدعم في فترة اللي فاتت ياريت تشاهروا الفيديوهات في كل حتة ده نوع من أنواع الدعم اللي حضراتكم بتقدموه للقناة وبشكر كل المتابعين حبائبنا اللي بيكتبونا تعليقات بصفة مستمرة وامتابعينا دايما في كل الفيديوهات شكرا واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته